اليوم هذا الحادث يعني خلي ناخده من شقين خلي يكون التحليل مهني الاول بانه هدف غريب ما تعرف انت هل هو صديق او معادي قد يكون لم يكشف عن هويته هذا الهدف وهذا شيء طبيعي بالنسبة الى سيادات كل الدول تم التعامل ربما اذا كانت بها طيار ممكن ان يرد على اجهزة الاتصال او سيطرة جوية او مواقع رادار لكن انه تقرب الى مناطق مهمة وحساسة في منطقة معينة من العراق لحد الان لو لاحظنا اذا اتكلم كهدف جوي غير معلوم النتيجة النهائية بانه شنو الاجراء الاعتياد اللي تقوم بي انا او انت او اي واحد في مسؤولية الدفاع عن السيادة العراقية خلاص هو التعامل معه يعني احنا طبقنا الاربع مراحل للدفاع الجوية اللي هي الكشف والتمييز والتصدي والتدمير كشفنا هدف ميزناه بانه طائرة بدون طيار ميزناه انه هو هذا ليس بصديق ولا عدو لكن هدف غريب مسلح النتيجة اني اصدالة بالاسلحة الاعتيادية تصرف جدا طبيعي تصرف جدا طبيعي من اي دولة وخاصة بالنسبة الى العراق الان هسا انت اني عاربش على شنو راح اتعقب بسؤال اخر لكن خليني استرسل في هذا الموضوع الغريب بالموضوع والاهم بالغرابة طلع الاخ العميد الركن وتكلم كلام واضح وانا طلعت بعدة قنوات قبل قناتكم واستندنا الى كلام العميد خلوص رجل عميد ركن وقال هدف طائرة مسيرة واسقطناها احنا وبمنظومة البانسير وهذا جدا طبيعي لكن انا اتفاجأت بخطاب او بيان خلية العلام الامني يتكلم عن معرفة اسباب سقوط طائرة اعتقد هي نوع انكا او شيء من هذه القبيل قد تكون مسلحة وقد تكون استطلاعية لديها قابلية طيران بالمسلح اثناء الساعة وبدون تسليحة 24 ساعة سرعتها قد تكون 180 الى 200 كيلو متر لذلك من ظهر بيان خلية العلام الامني الآن يعني شوشت الامور يعني حدث هناك تشويش ادنى يعني وخاصة احنا اللي نظهر على الشاشات انه ما هل سقطت بفعل خلل فني هل العراق تصرف وياها كهدف غريب هنا هذي شوف هاي الاشكالات اللي احنا نتكلم عليها يعني احنا كنا صح قد يكون البيان لانه احنا مريد تسعيد ويا تركيا لدينا معاهدة امنية بيننا وبينهم وهذا شيء طبيعي لكن ايضا اريد نعرف المعاهدة تقول كل الاعمال تجري بتنسيق ولجنة تنسيق مشتركة عليا موجودة في بغداد مقرها وفي بعشيقة موجود مركز تدريب اذا وسائل التواصل موجودة وبأعلى المستويات في البلد صحيح؟ نعم اذا احنا كان مفروض نعرف هذا الهدف وسبب دخوله وشنو كان لغاية من الموضوع لذلك الان لو نطلع بنتيجة انا اقول لك كرجل مطلع بالأمن وهذا انا اي هدف غريب يدخلي الى اجوائي اسقطة طيب اذا كان عندي الامكانية على ذلك اسقطة وهذا فعل طبيعي جدا من اي دولة نعم اشتركوا في القناة